وللحديث عن المجلس الاستشاري للأطفال يسعدنا استضافة سلامة سيف الطنيجي رئيس المجلس الاستشاري للأطفال وعضو البرلمان الإماراتي للطفل ياهلا ومرحبا بيتش سلامة ويانا مرحبتين شهر فيو بالحلو نورتين نورتين أهلا نور نوركم سلامة حتينا شو هو إنشاء المجلس الاستشاري للأطفال طبعا المجلس الاستشاري للأطفال تم إنشائه بعد مرسوم رسمي من سموشي خفاطنا من تنبارك من الإمارات الله يحفظها ويطول بعمرها التابع للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن يكون المجلس الاستشاري للأطفال منصة أن يتم مشاورة الأطفال في قضاياهم وتحدياتهم التي واجهونها في المجتمع لكي يتسهل على صناع القرار فهم المجتمع أو الأشياء التي يمر فيها الطفل في المجتمع هذا المجلس من ما يتشكل ومن أعضاءه وما هو الاشتراطات والالتزامات والخدمات التي قدمناها أعطينا صورة كاملة عنها طبعاً المجلس الاستشاري للأطفال يتكون من تسع عضاء سبع عضاء ممثلين لكل إمارة واثنين من أصحاب الهمم طبعاً يهتم المجلس الاستشاري للأطفال بجوانب منتعددة إن كانت ثقافية، اجتماعية، تعليمية وصحية إلى آخره يركز على أكثر أن يطرح مقترحات تطويرية ويجاوب على الأسئلة التي يمكن جاوب على أسئلة الأطفال في المجتمع وتم عرض مختلف مقترحات على المسؤولين وصناع القرار في الدولة إذا كان هناك طفل حاب ينظم لهذا المجلس ما هي الشروط التي يجب أن تكون متوفرة؟ أولاً أن يكون مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يكون عمرة فأتها العمرية من 12 إلى 15 سنة بالإضافة أن يكون عنده تميز في المدرسة وبعد الأنشطة الخارجية اللاصفية الاجتماعية وأخيراً أنه يمتلك مهارات لعمل في الفريق الواحد واحترام الرأي والمهارات التي طلب من الشباب أو الأطفال يمتلكونها في هذا العصر مثل شو هالمهارات؟ مثلاً أن يكون قادر على أن يقترح يحاول الطرف الثاني يتقبل مقترحة أو أنه مقترحة الطرف الثاني بالإضافة إلى أن يكون عنده مهارات التفكير خارج صندوق مهارات الإبتكار والإبداع التي تهدف وتخدم بالطفل الإماراتي كم متوسط العمر للأطفال؟ طبعاً قانونياً الطفل يعتبر من أول ما ينولد إلى ثمانتاشر سنة قانونياً يعتبر طفل؟ طفل؟ نعم من أول هذه معنومتي صراحي الطفل من أول ما ينولد إلى ثمانتاشر سنة يظل طفل يعتبر الطفل نعم لكن المجلس الاستشاري للأطفال لنا مدة عضوية ثلاث سنوات فنرى أن العمر الذي يستوعب مثل هذه الأمور أو يستحوير بطريقة إيجابية وسلثة يبدأ من عمر الثانعشر سنة إلى خمسة عشر سنة وتمازل عن خمس عشر سنة إلى ثلاث سنوات بعدين يوصل إلى ثمانتاشر فشفنا أن هذه الفئلة العمرية تكون سهلة أنهم إذا كانوا من نفس الفئلة العمرية يستطيعون التواصلون بسهولة مع بعض بالإضافة إلى الاقتراح يعني يكونوا فهمين أكثر في هذه الجوانب ما المواضيع التي اقترحوها مثلاً بعض الأطفال إلى الآن أو بعض المشاكل التي نوجد لها حلول أبرزها اقتراح البرلمان الإماراتي للطفل على معالي سقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي طبعاً بعدما جرارما تجربة المجلس الاستشاري للأطفال شفنا أنها تجربة جداً مفيدة واستفدنا منها وتعلمنا منها مهارات مختلفة فقلنا لو نحن كبرنا الدائرة ووسعنا الدائرة كان أطفال أكثر عقول أكثر مقترحات أفضل ونحن دايماً نسعى للأفضل فاقترحنا البرلمان الإماراتي للطفل وفي نفس الاجتماع حصلنا القبول وقالنا معالي سقر غباش تم مننا ومننا أصحاب السعادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تستاهلون ما هو الهدف من إنشاءه؟ ما هو الرسالة التي تريدون أن توصلونها؟ تفعيل حق المشاركة لأن هذا يبرز ويدعم رؤية دولات الإمارات في دعم حق المشاركة وحقوق الأطفال لأنه يجب على الطفل أنه يكون واعب حقوقه أولاً ثانياً يشارك في المجتمع ويكون لدور فعال في طرح اللي هو حاب أن يشوفه في المجتمع في النهاية هو اللي بيعيش الشيء وقالوا أنه يعني ليش ما يعني ما يحتاج مثلاً مجلس ما يحتاج برلمان صناعة القرار هم يقدرون مثلاً أنهم يطرحون أفكارهم ومشاركاتهم لكن مع تغيرات العصر في تغيرات يشوفونها الأطفال في المدارس وبرع المدرسة فهو يفهم شو اللي يمر فيه فشفنا الأطفال الطفل هو الأنسب لطرح اللي يريده حلو نزلنا وبنتكلم عن أول مشاركة اللي حققتها أعضاء مجلس الإستشاري للأطفال في دورتها الأولى شو هي أهم الإنجازات؟ مثل ما قلت برلمان الإماراتي للطفل بالإضافة إلى جائزة البيئة جائزة البيئة للطفل اللي تحاورنا مع الوزير السابق للوزارة البيئة والمناخ الدكتور ثاني الزيودي وشفنا أنه لازم من الطفل بما أنه دولة الإمارات من الدول اللي تدعم أهداف الاستدامة وهداف البيئة الخضراء وإلى آخره فشفنا أنه لو الطفل اندمج في هالموضوع في النهاية هو اللي بيعيش هذا المستقبل هو اللي بيعيش المستقبل اللي اللي حين الدولة يستبري أنتوا شباب المستقبل بالضبط فنحن شفنا أن الطفل لازم يندمج في مثل هاي المواضيع بس بطريقة تلائم جو الطفل أكثر فالنبيئة هاي الجائزة بس مو بس بتحفز على لأنه يصاهم في المواضيع البيئة رح يبدع في مجالات أخرى بالضبط ويكتسب مهارات من خلال هالمرحب من خلال هات الرحلة اللي هو بيخوضها جميل أنت سلامك رئيسة مجلس استشاري أكيد سمعت بعض خلنا نقول الاختراحات أو المشاكل من الأطفال مباشرة أنه نقلتوها شو أبرز هاي المشاكل عطينا بعض المشاكل اللي يعانون منها الأطفال مثلا أو الاختراحات اللي قالوها الحمد لله لاحظنا أن نسبة التحديات قليلة في دولة الإمارات لكن أكيد أنه بيكون في تحديات في كل مكان نحن طبعا شفنا أنه في أكثر شيء نقدر نقول بوضوح أنه مثلا الطلاب يحتاجون على الدراسة وأنه ليش عندنا موايط شغل ليش عندنا موايط ضاغط لكن شو ليش تكون منها بالتفصيل يعني الانتحانات الانتحانات هي صعبة تكون عليهم بس أتوقع أن هذه أمور اعتيادية يعني كلنا كل نشتكين يعني هنا أشياء مثلا أي حد يقدر يشتكي منها في مجلس شورى الشباب مثلا هم كشباب أيضا يدرسون في المدارس بعد يشتكون من هذا وأولياء الأمور عارفين بهال الخلل والعيوب غير موضوع الدراسة فيه الشيطان غير موضوع الدراسة لأشياء الاجتماعية وأبرزها التنمر طبعا المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عنده مبادرات مختلفة تسعى للحماية من التنمر مثل جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس والتي أطلقتها سمو الشيخ خفضنا بانتباركم الإمارات الله يحفظها الله يحفظها ويرعاها فشفنا أنه فيه جوانب نفسية أثر على الطفل في المجتمع مع التكنولوجيا مع الأوجه اليديدا اللي قامت تستوي بين الأطفال وبين الشباب واليافعين فأكيد كل عصر لا تحدياته ومشاكلة فشفنا أنه مو بس التنمر بعد في جوانب مختلفة لكن حبيت أذكر التنمر وأوعي من خلال المنبر ومن خلال هاي المقابلة أن نحافظ على الصحة النفسية نحافظ على سلامة الطفل نحافظ على أن نغرص فينا قيام والقيام الإيجابية التي تهدف لهذه الدولة فعلا أكيد فعلا أكيد قمتم بالمبادرات كمجلس الطفل شو المبادرات اللي قمتوا فيها بعض المبادرات اللي قمنا فيها نزلنا جزيرة سقطرة حاملين 11 شرطان من الألعاب والقرطاسية جميل اللي من كل أنحاء الدولة فشفنا سعادتهم وفرحتهم ووزرنا الأطفال هذه الجزيرة وتعرفنا عليهم فكانت تجربة استثنائية بالإضافة إلى بعض من الزملاء في المدلس الشاري قدموا بعض من التوعية حول التنمر وزيارة اللاجئين السوريين في الأردن الأردن الشقيق فهاي بعض من المبادرات اللي أطلقها المجلس الاستشاري ومختلف الزيارات الميدانية اللي استوت في الفترة ماذا أضافت لك هذه الزيارة؟ مو بس الزيارة أو مو بس المبادرة اللي نحن نسويها بس التجربة بكبرها يعني تشوفون إنه تغيير من أول ما أنا دشيت المجلس لينما أنا انتهيت من هاي المجلس لأننا مو بس نحن نقترح أو نسأل ونعمع تقارير وكل هالأمور بس إن المجلس يقدم لنا بعض من البرش التطويرية البروتوكول والاتيكيت الدبلوماسي فبعض المهارات اللي نحن نكتسبها خلال المرحلة وتعايشنا وتواصلنا مع صناع القرار كيف إن الشخصيات في هذه المكان بعد ما يكبرون كيف نحن نسي نتعلم منهم في السن الصغير فأنصح جميع الأطفال لهم يشاركون في مثل هاي الأمور لأنها بتأسسهم لتجربة استثنائية وبداية جديدة لمستقبل باهر بإذن الله كيف تم اختيارك كرئيسة مجلس؟ شو القصة من البداية؟ القصة في البداية أن تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم طرشة وإيميرات للمدارس أن بعض الطلاب اللي عندهم هالمهارات أو يقدرون أن يتكلمون ويقترحون اللي حابين يشاركون في مثل هاي الأمور فأحمد لله أو شيء وفقت أني أسير كم أول شيء أنت أي صفة الحين؟ أنا صف عاشر ما شاء الله الله يوحش فدشية المجلس الاستشاري كانت هو كان إن كنا نقول إن في مقابلة لكن كانت نفس ورشة ومن خلال الورشة يرون الأطفال اللي يستطيعون أن يتكلمونه شيء طبعاً ما توقعك كنت المميزة مميزة أنا حمد لله يعني في أطفال مختلفين ولكن مرحلة اختيار الرئيس والمقرر والنائب مرحلة عملية انتخابية بين الأعضاء وحمد لله تم انتخابي كرئيس الحمد لله نحن في أنت على صدد ترشح مرة ثانية صحيح؟ كل سنة صح؟ كل ثلاث سنوات كل ثلاث سنوات وخلصت ثلاث سنوات ولا بعد خلصت خلصت شو حاسر؟ تأخذين منصب مرة ثانية؟ تستاهلين الصراحة مشكورة الله أنت صدمتني لما قالت صف عاشر صراحة ما توقعت وقعتك يعني أصغر لا أكبر أنا كل أصغر لا أنا حسيت أن ما شاء الله متحدثة ما شاء الله ما شاء الله من خلال التجربة يعني ويضافت لي مهارات مختلفة يعني مو بس أنا في مثلا أعضاء شاركها وكانوا أن أنطوائيين أكثر وأن يستحون لكن تعايشوا مع هذا الشيء مؤتمرات صحفية تجتماعات رسمية يعني هالأشياء نادرة في مجتمعنا وفي شخصيات الناس الصعيد الإقليمي لنا فأن هالشي تكون تجربة مميزة لنا بالإضافة إلى الولاء والانتماء ونقدر شو الدولة يتسوي لنا لأن من خلال التجربة يعني نجتمع مع وزراء فيوم نحن مثلا مفاهمين شايلنا يعني مثلا ليش عندنا هالكثر شغل لنا نسويه في المدرسة ليش النظام يمشي بالطريقة الإسلامية الوزير أو المسؤول يوضح لنا فيبين له كيف الدولة يستشتغل يستسعى لنا لبناء مستوى مستقبل أفضل بالضبط للطفة الإمارات نعم سلامة شوف خاطرتش أو وين حابة سلامة توصل هسأل كل مقابلة أحس أنه بين فترة فترة يتغير يعني يتغير تفكيري وين وين شو التفكير الأخير اللي وصلت إلى بصراحة يعني قلت مرات أفكر أنه بربط مواد اللي أحبها في المدرسة بوظيفة المستقبلية لكن مرات أفكر بالشي اللي أحبها وصراحة صدق حبيتها الشي يعني أقول أنه لو أشتغل في المجال يمكن أقدر أعطي فأحس أنه الدبلوماسية والسياسة والعلاقات الدولية من المجالات اللي يعني بإذن الله إن شاء الله توصلين يا رب في النهاية كلمة توجهينها من ناحيتين رسالة أو نصيحة توجيها لكل طفل ورسالة لترشحك اليديد إن شاء الله للمجلس أول شي حاب أقول لكل طفل الإمارات والكل طفل المقيم في دولة الإمارات أن صوتكم مسموع بإذن الله لحقوا أهدافكم واشتغلوا أهدافكم أعطوا بالشي اللي تحبونا حبوا وطنكم وقدروا وطنكم لأنه يوجد أشياء وطنكم 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 الأشياء التي تحصلونها الآن وحابة من هذه المقابلة أني أرسل لجميع الأطفال أن باب الترشح لدورة جديدة من المجلس الاستشاري للأطفال من اليوم تاريخ 9 فبراير 2022 إلى تاريخ 16 فبراير 2022 لإنعقاد جديد ولدورة جديدة إن شاء الله نرى أطفال يداد بتفكير أوسع ومقترحات أفضل وتميز أفضل من خلال زيارة موقع التقديم من خلال http.scmc.gov.ae cac.application إن شاء الله يحفظونا أو زيارة مواقع التواصل التماعي للمدرس الأعلى للأممة والطفولة UAE-SCMC سلامة طنيجي كل الشكر لك وصراحة نحن فخورين فيك وسعداء جداً بوجودها ويانا في السيديو ربي يحفظك وعيني عليك باردة شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك